بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمنسلين سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا أنا الطالب ببعيد العبد الرحمن الحصيني رح أشدها 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 بمثال ثلاثة من تأكد عندي هو اللي هو با طرح سبعة في با أو مضروبة في با زائد ثلاثة أو شي رقمتها بأرقام عشان ما أخبط فالآن شغلي كله على كثيرة الحدود رقم واحد فرح أضربها في كثيرة الحدود رقم ثلاثة فالآن عندي اللي هو با بضربها في با وكذلك با في موجب ثلاثة كذلك سالب سبعة في با وكذلك سالب سبعة في موجب ثلاثة الآن بعد ما صرت خاصية التوزيع رح أجد الناتج رح أوجد الناتج با في با معناته با التربية إذا حلناها بتصير با مضروبة في با بعدين رح أحط با في موجب ثلاثة زائد ثلاثة با لأن رقم الثلاثة موجب الآن بعد ما انتهيت على البا رح أشطبها رح أشطب على الخطوط حقتها عشان ما أضيع واجه عند سالب سبعة سالب سبعة في موجب ثلاثة بسالب في موجب ثلاثة بسالب في موجب ثلاثة بسالب بتصير عندي سالب واحد وعشرين الآن عندي هذه الحدين رح أجمع فهنا عندي اختلاف الإشارات فرح أطرح الجمع أركز على الإشارات عشان ما يكون حلي خطأ فهنا عندي اختلاف الإشارات فبعد ما طلعت صار عندي الناتج سالب أربعة با طرحت ثلاثة من السبعة نزلت البا وضعت إشارة السالب نزلت التربية اللي هو با التربية وبعدين نزلت سالب واحد وعشرين كده نزلت مسألتنا سنستفدتم من اليوم ترجمة نانسي قنقر